بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة مهدى النهار دا يوم مليان بالنور والبركة والرحمة مليان بالخير لان دا يوم استلحنا على ان احنا نكرم فيه اجمل من فينا اللي هي مين اجمل من فينا اللي هي كانت سبب من اسباب وجودنا اللي هي في الحقيقة ربنا اودع فيها علامة ووضع فيها امارة وهي امارة الرحمة الام الحمد لله على نعمة الام الحمد لله على ايام الله الحمد لله على ان ربنا جعل المرأة رمز للرحمة والخير والجمال ونسأل الله سبحانه وتعالى ان احنا دايما نعيش في هذا النور وهذه البركة ونستمر دايما بندخل على الله سبحانه وتعالى من ابواب الامهات اللي بتفتح علينا ابواب الرحمة والخير والجمال زي ما بنفضل في بطنها نطفة وبعدين علقة وبعدين مضغة ثلاث مراحل في الرحم بتخلينا نخرج للحياة واحنا مليانين بالقيم فالحمد لله على نعمة الامهات والحمد لله على نعمة ان الله سبحانه وتعالى جعلها محل لهذه القيم التلاتة الكبرى احنا بقى خلاص رمضان على الابواب وكل ما رمضان بيجي بتيجي معاه شوية توتر عند الاهالي احنا خلاص متفقين ان يوم الاتنين بيبقى يوم يلا نبني نبني اعظم حاجة الله سبحانه وتعالى من نبيع على الارض وهو الانسان فبنعمل ايه فبنتكلم على نبني وكل ما يجي رمضان كل ما الاهالي بيتوتروا بيتوتروا ليه لان احنا بنشوف نفسنا عايزين اولادنا يعيشوا معانا اجواء رمضان ويعيشوا معانا حياة رمضان ويمارسوا معانا العبادات في رمضان فيبقى عندنا ضغط الزيادة على الاولاد عشان يوموا بالعبادات ونبقى بنحاول نعلم اولادنا الصيام وقراءة القرآن والقيام بدري بدري وده شيء محدش شك انه هو شيء من اجمل ما يكون بلى هو فيها نصيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا اولادكم الصلاة لسبب فيه نصيحة لكن فيه اباء بقى بيحبوا يجودوا يجودوا على كلام حضرة النبي فينتقلوا من مسألة تعلموا اولادكم الصلاة لسبب الى اجبروا اولادكم على الصلاة لسبب فيعملوا ايه؟ فيجبروا لأولاد على الصيام بدري قبل البلوغ بوقت كبير هو ده وحش؟ لا هو مش مسألة انه هو ده وحش احنا دلوقتي بنتكلم على الإجبار الإجبار على العبادة جميل ان احنا ندرب أولادنا وهم صغيرين على العبادات في رمضان شوف انا بتكلم احنا دلوقتي كأننا في التربية بالضبط احنا في التربية احنا بنتستخدم كأننا بنتستخدم مشرة جراح لان احنا معادتنا ان احنا مش متأهلين للتربية ساعات بناخد الحاجات فنعممها فلما نيجي نقول لحد ما تكبرش يبقى هو هياخد اننا معلمش لا انا بقولك حاجة تانية احنا نتكلم على الإجبار وخطر الإجبار على العبادات وخاصة ان احنا ندخلين على رمضان رمضان زي الصيام لابد ان احنا نتدرب فيه ولكن لازم نراعي فيه طاقة الأولاد وحالتهم البدنية وحالتهم الصحية وده بيكون بتدرج ولكن السؤال هل اجبرنا لأولادنا على العبادات هيفتح قلوبهم على الله سبحانه وتعالى فيقبلوا ان هم يعملوا العبادة دي وهم قلبهم سعيد ومقبل على الله فيه اهالي بقى بيزودوا المسألة ويجودوا زيادة كمان زيادة عن الإجبار ففيه اهالي بيستخدموا اسلوب عشان تدفع أولادها للعبادة وخاصة في رمضان اللي هو مليان بالنفحات يستخدموا اسلوب التخويف انك لو ما صمتش خسرت دينك وربنا هيزعل منك ويعزبك او الله بيقولوا لأولاد كده طب عشان بس اسبتلكم ده فاكرين كان عندنا ونية شعبية موجودة في الطرقات وفي الشوارع بتقول ايه كان الأولاد هم اللي بيغنوها بيقولوا ايه يا فاطر رمضان يا خاسر دينك لو قدت السودة تقطع مصارينك أولاد صغيرين بيقولوا الكلام ده انا موافق ان هم يكونوا بيقولوا الكلام ده للفاطر من الكبار لكن لو كانوا بيقولوها البعض ده يبقى ايه ده ده يبقى اسلوب من التنمر واسلوب من الرعب واسلوب من الرعب ومن العبادة ان انت لو ما عملتش العبادة هيحصل لك هذا التمثيل ده اغنية مليئة بالتمثيل واحد حد بيمثل بحد ان القطة السودة اللي هي كانت رمز للرعب والخوف هتيجي تمثل بجوستك فالاسلوب ده هو اسلوب ما ينفعش فيما يتعلق بالعبادة اسلوب التوبيخ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيارب الناس كده خالص ابدا حضرة النبي ما يستخدمش ده فيستخدم اسلوب التوبيخ انت بني ادم انت ما بتصومش انت انسان انت هتبقى بتحب ربنا امتى لو ما صومتش او يقنبه ايه اللي حاصل ما صلتش القيام انت ما صلتش القيام وقعد تلعب كرة هو فيه بني ادم كده بيحب ربنا يسيب سلاة القيام ويلعب القيام على فكرة ده منطق ممكن تستخدمه مع واحد كبير وهو ده كمان ما بينفعش مع الكبار ما بينفعش مع الكبار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ان منكم لمنفرين منفرين بينفروا الناس والتنفير ده مش لازم الكبار وممكن يكون للصغيرين في اسلوب تالت بقى اسوأ من اسلوب انت التهديد بقى لو منزلتش تصلي المسألة قضية قضيتي انت لو منزلتش تصلي معايا فما فيش تابلت وما فيش خروج وما فيش فيبقى العبادة جاي علي بايه جاي علي بالمنع والخسارة والأزى وده نوع من أنواع اللي بتزعل عاطفي يا أخي فلو منزلتش يصلي الترويح مثلا تزعل منه وما تكلمهوش طبعا عارف بعض الأباء يقول لي طبعا انتو كده بقى ضيعتونا كل الأساديب دي ومين قالي ان الأساديب دي كلها صح أصلا في التربية أو اسلوب التعنيف لو الولد فطريوم مثلا وهو لسه ما بلغش في أهالي ممكن تضربوا قسوة وفاكرا ان ده من الدين وفاكرا ان هو ده الضرب على الصلاة لا غلط مش هو ده مش ده الجلد ولا التشويه النفسي ده مش هو ده وفي بعض الأباء بيستخدموا أساليب تانية عشان يشجعوا أولادهم على العباد في رمضان زي أسلوب الحس لزيادة الرصيد ده كمان لأه فيقولوا أولادهم صوم أو صلي مثلا عشان يبقى عندك جبال من الحسنات طبعا أنا بقول كده في واحد بيقول لي طب ما ده حلو يا مولانا يعني ما ما يقوله كده آه بس أربنا قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصداقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف أنا وأنتي يا جنة عظيم يبقى إيه اللي حصل ابتغاء مرضات الله يبقى لازم الولد يبقى ربنا هو اللي حاضر في قلبه لأن ربنا لما يبقى حاضر في قلبه وهعارف أن ربنا واسع يبقى هو بيتعامل مع العباد بتعامل بوسع مش يتعامل بضيق ولا يتعامل بأرقامه ومش شايفها لكن إحنا عندنا أصل مهم جدا في العبادة إن العبادة ليست طلبة للرصيد ولكن رجاء أن يقبلنا الله في ساحة العبيد لما تيجي تقول لابنك كده إحنا بنعبد ربنا سبحانه وتعالى عشان نبقى عبيد فلما نبقى عبيد إيه اللي حاصل يبقى ربنا متولي أمرنا كله مش أنت بتحب أن انت لما تيجي تعمل حاجة تلاقي حد بيساعدك تلاقي حد بيسند ليك تلاقي حد بيونسك تلاقي حد ما تحسش أن انت لوحدك أبدا تلاقي حد تحس أنه هو بيحبك وبيعملك كل اللي يخليك سعيد في حياتك أو ده ربنا سبحانه وتعالى اللي عمله لك أليس الله بكافر عبدة إيه ده يعني أنا عشان أحصل ده كله أبا إيه أبا عبد لله بعض الناس يقولوا مش هنقدر نقول لأولادنا الكلام ده الأولاد بيحبوا حاجة إيه بيحبوا حاجة بيشوفوها بالعين بيلمسوها بالإيد ما أنت هتكلموا عن أن الأكل والشرب والعيشة واللي عيشنا كل ده اللي عملوا له ربنا مش أنت اللي عملوا له آه ما أنت خايف أن أنت تخسن من رصيدك وتحط في رصيد ربنا آه ده شيء سيء ده أنت لما تعلق ولدك بالله هو مش هينسى ده طول الحياة أسلوب الحس بالرضى عن النفس كمان لو الولد صم مثلا فنقول له أنت أشتر ولد في الدنيا عشان كملت صيامك يلا بقى سقف تسقيفة كبيرة لنفسك ليه كده بنعمل كده تما الولد ده تلقيجو بتاعه هيكبر وهيبقى هيبقى هلك عبدو الدينارة هلك عبدو الخميصة هلك عبدو الايجو إحنا بني عبد ربنا مش بنعمد مين مش بنعمد نفسنا فلازم نربي أولادنا أن العبادة لم تشرع عشان ترضى ترضى عن نفسك ولكن عشان تتعلق بالرضى ربنا فلما نعبد ربنا نحمده على العون نحمده على التوفيق نحمده أنه هو أخذ بأيدينا سبحانه وتعالى إيه اللي يخلينا نعمل كده إن احنا نحس إن دي مش شطرة مننا ولكن ده جمال من ربنا ودي من ربنا أحس كده إننا لما بعمل كده طيب لما حس إن ربنا سبحانه وتعالى بيعني أنا أبداً ما اكسلش عن عبادة لأن أنا لما رب الولد على كده الولد يحس بإيه إيه ده مدام أنا ربنا هو اللي وفقني يبقى هو يوفقني في أي وقت فهتعلم الولد المصابرة والصبر ويتعلم الأمل ويتعلم إنه هو ما يستجبش الكسل يبقى ده أسلوب الحس لتحقيق الأمنيات كمان عايبقى خطر إن انت تقوله إيه يالله يسوم بقى يا حبيبي عشان إيه ربنا حقال كل اللي في نفسك وعشان تنجح فيكبر الولد ويتعامل مع ربنا على إن ربنا محقق الأمان فيتعامل مع الإله التاجر فيزعم من ربنا لو إنه هو ما حقالوش اللي هو عايزه كل الأساليب دي بتنفخ الأنا بتنفخ الأنا وإن اللي حاصل وتزب ماذا العيش بلا حول ولا قوة إلا بالله وبتزود العنات والتمرد جوه أولادنا وتخلي نفسه معشة واستخدمها بكسرة يجفف جزور القيم جوانا وتخلي علاقة الأولاد مع ربهم تتبني على وهم الإله المتربص أو الإله التاجر أو إله محقق الأمان مش على حقيقة إن ربنا بيحبهم وإن ربنا اللطيف فيهم وإن العبادات كؤوس للوصال أنا ممكن أقول لكده آه أقول للولد إن انت لما هتعبد ربنا هتجد وصل بالله سبحانه وتعالى هتجد الدنيا وسعى وسعى فيها إيه فيها حب الله وفيها العيش مع الله مش أنت بتحس إن أنت لما إحنا نكون مبسوطين مع بعض بتحس بسعادة آه أنت كمال لما تكون بتدد ربنا هتحس إن الدنيا وسعى طب إزاي نحب أولادنا نحب بأولادنا في العبادة في رمضان أول حاجة تعالوا نقول حاجة مهمة جدا جدا عشان نحببهم في العبادة أنا أقول لكم سر في تحبيب أولادنا في العبادة في أي حاجة سواء في رمضان أو غيره فيه مدخلين مهمين جدا أول حاجة المدخل الأولاني كلموه مع الرسول الله خليهم يحبوا رسول الله لما الأولاد يحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عارفين إيه لا يحصل يحبوا إنهم يبقوا زيه يحبوا شكله يحبوا ملامحه يحبوا إنهم لو عملوا كده إنه يعيشوفوه وهو بيبتسم لهم خليهم يحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلموه مع جماله كلموه مع أخلاقه كلموه مع ساعة قلبه كان يموه معديه وكان معدن للأخلاق والكرم والجمال وإزاي رمضان كان عند حدث النبي ده بيزيد فيه أخلاق وجمال وبيزيد فيه كرمه وبيزيد فيه محبته للناس فالأولاد يعرفوا من ليه الناس كده فرحانين في رمضان وفرحانين برمضان فيبع عندهم ارتباط شرطي الناس فرحانة في رمضان زي ما رسول الله كان بيفرح برمضان فبيفرح برمضان ليه عشان الأكل والشرب والحاجات واللعب والفوانيس لا ممكن ده كله يفرح برضه بس دي أدوات بتكشف على اللي في القلوب ايه اللي في القلوب حب المحبوب صلى الله عليه وآله وسلم دي أبي و أمي صلى الله وسلم يبقى أول حاجة نرب أولادنا على القيم وأسأل طريقة أن احنا ربيهم على القيم وإيه؟ أنهم يحبوا رسول الله صلى الله وسلم خليهم يحبوا رسول الله ويعرفوا أن رمضان دي هدية من ربنا بيتودد إلينا بيتودد إلينا ليه؟ كرامة اللي حضرت النبي ونسمع ونسمعهم حديث أن رسول الله روى على رب العزة بأنه قال إلا الصوم فإنه لي وأنا جزي به فيعرفوا أن رمضان هدية فيفرحوا بهدية ربنا ويسألونه والهدية دي فيها إيه؟ الهدية فيها قرب من ربنا فأنا لما بقى رايب من ربنا إيه لحاصل؟ أطمئن ومخافش لما بقى رايب من ربنا يعني إيه؟ أحس أن أنا بكرة يبقى أحلى لما بقى رايب من ربنا يعني إيه؟ أحس بالوسع لما بقى رايب من ربنا أحس أن ربنا سبحانه وتعالى بيحبني ودايما معايا تاني حاجة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا أن احنا نعيشه زي بالنمازج فاكرين مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداع له سائر الأعضاء بالحم والسهل فبيعلمنا أن احنا زي الجسد نموذجه حضرت النبي كان بيعلمنا أن احنا نعيش بالنمازج من النمازج دي نموذج الطائر حضرت النبي قال لنا لو توكلتم على الله حق توكلي لنرزقكم كما يرزق الطائر فبقى عندنا نموذج اسمه نموذج الإنسان الطائر مش الإنسان اللي بيطير الإنسان الطائر هو إن الإنسان زي الطائر بالضبط وزيك العلماء قالوا أن العبد المؤمن يطير إلى الله بجنحي الخوف والرجاء تعالوا معلم أولادنا في رمضان السنة دي وتبقى دي حاجة اسمها طائر النور إيه طائر النور ده؟ طائر النور ده اللي احنا بنعلمه بنعلمه لأولادنا إنهم إزاي يعيشوا مع الله سبحانه وتعالى فيكونوا عباد فيكون رأس الطائر ده المحب فنبتدي معهم إن احنا بنعلمهم المحب عشان نفهم إن الحب هو الأساس أساس المعاملة مع الله قلوا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وحبوبكم الله يبقى أول حاجة رأس رأس الطائر ده قلب الإنسان ده ورأس الطائر ده هو الحب إن احنا بنحب ربنا والجناحين بتاعه والخوف والرجاء تما هو الخوف هو وما احنا كنا من التكلم مع ربا يقول لا 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 الخوف هنا مش الرعب من الله الخوف هنا مش يعني أننا بنخاف من المتربس بينا ولا العدو ولكن احنا بنخاف من حبيبنا يعني حتى وإحنا بنعمل الطاعة بنخاف بنخاف إنه وإيه ما يرضاش عننا يبقى الخوف من الله معناه إيه طلب رضاء فإحنا نطلب رضاء سواء كنا طائعين أو حتى كنا عصاء بنطلب رضاء يعني بنخاف منه الجناح التاني جناح الرجاء إننا نرجو الله سبحانه وتعالى إنه يجعلنا ممن قبلهم ورضي عنهم وقربهم وأحبهم يبقى إيه اللي حاصل وهنا الرجاء إيه اللي حاصل الرجاء ده ملوش دعوة بالرصيب بتاعنا الرجاء ده ليه دعوة بجمال ربنا يعني إيه حتى لو هو مزنب يرجو الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنتهم من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميع يبقى أنا لا حتى لو كنت عاصي سأرجو الله ليه أرجو الله لأن رجائي في الله ليس لما لي عنده ولكن لأنه يعامني بما هو أهله يبقى أنا برجو الله ليس لما لي عنده ولكن لأنه دائما يعامني بما هو أهله هو أهله التقوى وأهله المغفرة ولزيك هيعمني بالساعة أما القدمين بتوع الطائر بقى يا سلامو احنا بنعلم أولادنا كده في أول الصيام الكمال ده كله وأقول لكم أنا أخدها كده في التلاتين ثانية أقول لكم إزاي نطبعها على الصيام والرجلين بقى الزكر والفكر يبقى قدم الزكر والفكر مع قدم والعمل الصالح قدم يبقى عندنا الزكر والفكر ده قدم والعمل الصالح قدم إيه اللي حاصل الله سبحانه وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما جعلت هذا باطلا سبحانك يبقى إيه اللي حاصل يبقى هنا إيه اللي حاصل ده قدم الزكر والفكر والقدم التاني العمل الصالح يبقى كده هو هذا الطائر فنعمل مجلس نكلمهم عن هذا الطائر بهذه الأشياء الخمسة فالصيام يخليك ليه الصيام لأن ربنا سبحانه وتعالى بيخليك خالص لي فعشان كده رأس رأس الصيام المحب تبقى جناحه الخوف تصوم وإنت بتطلب من ربنا أنه يرضى عندك مش أنك أنت خايف أنه ما يقبلكش لا أنت عايزه يرضى عندك تبقى الرجاء بتطلب منه سبحانه وتعالى أنه يقربك ويوسع عليك ويأنسك ويجعلك دائما في محبته فلا تخاف ولا تحزن تبقى الذكر والفكر تذكر الله سبحانه وتعالى علموا أولادكم أنهما يبقى عندهم ذكر علموا أولادكم ولو في رمضان بس إذا ما صموش وإذا ما قموش الليل يقولوا الله يقولوا أستغفر الله العظيم يقولوا الحمد لله ولو خمسين مرة ولو عشر مرات مرة في الصبح ومرة بالليل ونعلمهم ده وثاني حاجة العمل الصالح خليهم يعملوا عمل صالح ولأنه كل ما خلاص احنا عملنا الصالح كل ما تشوفني تتبسم فيتبسم يبقى احنا كده علمنا أولادنا الطائر كله آخر حاجة ممكن نعملها معهم نعلمهم من جوهر الدين هو الأخلاق والقيم ورمضان أكتر الأوقات اللي ممكن قلوبنا وقلوب أولادنا تكون مهيئة عشان نتعلم الأخلاق والقيم وعشان كده نعلمهم كل يوم يعملوا خلق جديد في رمضان ونعلمهم إن احنا ممكن نختار مع أولادنا ثلاث قيم من القيم الحداشر اللي احنا تكلمنا عنهم في الحلقات وإحنا بنبني الإنسان ويكون لكل تلت من رمضان قيمة قيمة أساسية بنحاول نعلمها لهم فياخدوا قيمة مثلا في الأول خالص زي قيمة الرحمة في العشر الأوائل وقيمة المحبة وقيمة التعاون وبكده البت يتملي بالقيم وبعض الناس ياخدوا بقى قيمة الصدق وبعد كده ياخدوا قيمة التسامح وكده فيبقى كده احنا قسمنا الكلام ده ما عرفناش قيم ناخد التلاث قيم اللي هو حضرة النبي أشار إليهم في رمضان أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره وعطقه من النار يبقى أوله إيه رحمة والتاني تسامح والتالت رجاء في الله سبحانه وتعالى لن يجعلنا من أهل القرب وأهل المحبة كل ده هيخلي أولادنا ولبهم تتفتح وأنهم يعملوا من رمضان ساحة للأخلاق والقيم ورب لو كمان قعدنا قعدة مع أولادنا نقعد فيها ونتكلم عن جمال رمضان وإيه اللي احنا محتاجين نتعلمه في الشهر الكريم ده ونسمع أولادنا بيقولوا حاجات ونتكلم فيها ويبقى رمضان كمان مش رمضان بس ليه البطون ولكن يكون رمضان للقلوب وأولادنا يتعلموا أن رمضان هو شهر القرب من المحبوب وكمان هو الشهر الذي ندخل به على علام الغيوب يا رب اجعلنا ممن يساعدون أولادنا على أنهم يكونوا أقرب وأكثر نورا وأكثر ودا وأكثر بشرا وأكثر فرحة برمضان يا رب العالمين أكرمنا بأن نكون عونا لأولادنا على أن يكونوا مع الرحمن في شهر رمضان حتى يكونوا مع خير الإنسان صلى الله عليه وآله وسلم نلتقي بحضراتكم عشان نجيب على أسئلتكم مباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج والتي تعسروا اللي بنلتقي بها دائما معاكم مع أسئلتكم المباركة واللي بنخصص لها وقت نجاوب عليها أسئلتكم وتفضل الصفحة جسر منور يوصلنا بمجارس العلم ويجعل ذكرنا في الملأ الأعلى إن شاء الله بالصفحة المباركة دي ويوم معنا أول سؤال من الأستاذة مجانة من القليوبية مجانة أيها السلام عليكم تفضلي عليكم والسلام عليكم وحضر وحضر وكاته إزاي كيف فضلت الشيء نعمة وفضل الحمد لله كل سنة بسبب شهر رمضان كل سنة وحدك طيبة وكل آله وحب عايزة باش تسأل حضرتك كانت أسئلة تفضلي أول سؤال ينفع إنه مصوم من غير مصلي ولا لأ سبق ونقصلي ولا أبعديها وقص الدوافر في رمضان تاني 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 أول حاجة خلاص الصيام من غير الصلاة وتاني حاجة أه أقص الدوافر في رمضان تالت حاجة تالت حاجة أنت ما عندكيش سؤال تالي طح؟ خلاص أجاوب حضرتك على السؤالين طيب أستاذة مجانة بس وط التلفزيون لو عايزة تفضلي معي بس وط التلفزيون شوية واسمعين مجانة السؤال ده سؤال مش حلو إن سؤال الواحد يجي يقول والله أنا أكاينه واحد أنا لو صل لو صمت من غير ما صلي طب ليه؟ ما تصموا تصلي يبقى إحنا القصة كلها يبقى لوحد يصموا يصلي طب إذا صام من غير ما يصلي الصيامه صحيح دي عبادة ودي عبادة صحيح هيتحاسب على الصلاة بس الصيامه عايكون صحيح مدام هو ما قالش إن الصلاة دي ما خلاص إحنا ما بقاش في صلاة في الدين ولا إن الصلاة دي يبقى هو اللي حاصل ببساطة خالص إذا هو صام وما صلص ولكن ولكن إذا كان هذا الكلام كسلا ولكن ليه نسأل السؤال ده؟ ما يبقى السؤال كده ادعي لي ما تيجوا ندعي البعض إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل الناس اللي ما بيصلوش يصلوا وما حدش يقول لهم أو تقول لواحد ويبقى حسبنا الله ونعمل وكيل في حد يجي يقول لحد وإنت ما تصليش يعني غير في رمضان يا أخي اسكت لو سكت والله ما يحصل حاجة لا تكون صداً عن سبيل الله سيبه يصلي آه في رمضان حتى لو عيصلي في رمضان بس سيبه إن شاء الله ربنا يكرمه ويداوم على الصلاة فما حدش يقول لحد كده يبقى الصيامة يبقى صحيح وإن شاء الله نصلي ونكمل ده قص الضوافر في رمضان ما فيوش أي حاجة لإن ده واتمالوش علاقة اللي يفطر في رمضان الحاجة اللي بتدخل في الجوف أو الحاجات المتعلقة بشاهوة الفرق خلاص؟ طيب معنا الأستاذ الندم الغربية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بركاته وتفضلي يا أستاذ الندم ممكن حضرتك سؤالين تفضلي يا فند عايز أسأل حضرتك هو النقاب فرض ولا لأ لا النقاب مش فرض السؤال الثاني والسؤال الثاني أنا عايز دعية للزيدة الرز نقول كده ندعي الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى يا سعدي ويا سندي أنت وحدك مددي فأكسر يا مولانا رزقي كده أو نقول أو نقول تاني اللهم إني أسألك باسمك الواسع أن توسع رزقي ماشي؟ اللهم إني أسألك باسمك الواسع أن توسع رزقي أيوة طيب ممكن نسأل حضرتك سؤال كمان؟ اتفضلي لا أنا متحكم عن الشيء طيب أسأل حضرتك بكرة أهلا وأهلا وسام بحضرتك ربنا يرضى عنك بس أنا عايز بس أقول السؤال الأولاني لما حد بيسأل على مسألة النقاب النقاب ده لم يرد أي دليل خالص بمسألة بمسألة أن النقاب ده بالعكس اللي ورد نفي لبس النقاب أن المرأة أن المرأة التي تحج لا تنتقب ولا ترتدي القفزين وده معنى أنها ما تلبس فجي واحد قال لك يبقى في غيره لا كلام ده من الصحيح ليس هكذا تفهم النصوص الشرعية وإلا أنت لو فهمت النصوص الشرعية نفهم النصوص الشرعية بهذه الطريقة أنت مش هتقدر تتحمل هذه الطريقة في التفكير أستاذ الفتحية تتفضل أستاذ الفتحية من المنفية تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو تمحت يا أخي السيخ كنا هدنا التربة بتاعتنا لفيها أمواد فلما لما بلناها تالي حطناهم بس تدفلوهم في الأرض هل هدنا حرام يعني أنتو الأرض بتاعتكم وإنتو بتاخدوها وبتحفروا فيها عشان تحرتوها وحي حاجة لقيتوا فيها فلوس صح كده لا دفانوهم في التربة لما بالوها بس متحطوهم على بس دفانوهم في الأرض طيب يعني أنا بس عشان مستمع كويس لما جيتوا تعملوا التربة أنا امشي معايا واحدة واحدة لما جيتوا تعملوا لما جيتوا تعملوا التربة لقيتوا في التربة دي فلوس لا لهم جبناهم تاني بس مش حطوهم على وش الأرض طيب ماشي بص يا ستي أنا فهمت كده خلاص إحنا عندنا زمان كانوا كنا بندفن في اللحود فإحنا كترنا قوي إحنا إحنا كترنا جدا وده برضو عشان الناس تعرف إيه نتائج إيه نتائج الزيادة اللي إحنا بنعيش فيها الزيادة السكانية الرهيبة دي فلما زاد الناس وما بقاش فيه وما بقاش فيه مقابل ندفن فيها ابتدنا ندفل في حاجة اسمها الفسائل فمن ضمن الإجراءات اللي بتحصل لما العين بتتملي بنعمل إيه بننم العظم ده ونعمل حاجة اسمها عظامة نحط فيها العظم كله اللي موجود من من الأموات نحطهم في مكان واحد ونتفنهم ونتفنهم هل ده جائز؟ نعم جائز جائز ليه؟ جائز لهذه الضرورة فهل ده فيه نوع من أنواع التعدي على حرمة الميت؟ لا لأن احنا جمعنا هذه العظام ودفنها وهذا جائز وليس فيه إشكال نعم وإستاذة فاطمة من الشرقية تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور عمر كل سلام وحضرتك بخير يا رب العالمين وحضرتك بخير وبصحة وبسلام جزاك الله كله خير عندي استثار صغير عن تكفير زنب تعمل من تسع سنين كده تسع سنين؟ تسع سنين وإحنا يقولنا استغفر الله العظيم وتوبنا إلى الله وسبنا الزنب ده وفقعنا عنه؟ لا لا احنا لست عارفين الزنب ده من خمستاشر يوم بالضبط طيب الزنب ده كان عبارة عن ايه؟ عملية عقيم اخ عقيم ما بيخلفش طيب طيب واخذ يعني بيخلف طيب فاكتشفنا بعده تخيط بري اللي بيخلف ان هما كانوا ماشيين مع مركز وكده وحقن مجهري وكده وهم معيهم كفلين دلوقتي اكتشفنا ان الاثان المنوي اللي تعامل بي الحقن من اخيه اللي توفى مش من اخيه اللي عايش اللي هو قصن الزوج اكتشفنا ده ازاي؟ اخويا اللي جاه قال لي طيب هو عمل ده ازاي؟ يعني هو ده ترحل معليش بس احنا احنا عندنا احنا عندنا فتاوة كتيرة تتعلق ببنوك الاجنة والحاجات دي كلها فاحنا سمعنا من اطباء كتيرة في المعامل واطباء كتيرة في مسألة الحقن المجهري فاللي حضرتك بتقولي ده معناه اللي حصل ان اخويا اللي بيخلص هو اللي راح عمله تحليل مش العقيد فاتاخد منه المني او اللي هو سال المنوي يعني وتحقن وعندنا دلوقتي طفل وتفلة تسع سنين ام اخويا اللي هو ده اللي احنا ما هو ما كانش يعرف اخويا بقى اللي عايش دلوقتي اللي هو ما بيخلفش اصلا نعم هو اللي جالي وقل انا منهار ومش عارف عايش مش عارف ومش عارف ايه يا ابني الوضع واحد اتين تلات ايه تكفير الزمد ده 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 يعني يعني هو عمدا راحه ويقينا اخويا لا لا اخويا اللي توفى ما يعرفش يا بنتي اسمعي بس عشان خطري استحليفك بالله حاضر انت دلوقتي اخوكي اللي توفى اللي هو كان عقيم لا اللي توفى اللي كان بيخلف طيب واحنا اخدنا الحيوان المنوي منه ازاي عن طريق تحليل اخويا لا اخويا عمل التحليل بداله يعني قاله روح اعمل التحليل باسمي بصمة ورفية فراح هو راح لبيانك المني وراح هو حاطة الحيوان المنوي بتاعه من غير ما نعرف اي حاجة طالد واخونا دوت اللي هو دلوقتي منسوب اليه الاولاد عايش هو ده اللي ما بيخلفش اللي عايش فهو دلوقتي عرف من ايه يعني هو خد الحيوانات المنوية دي عمدا اه وعمل حق نلزقته علشان ما بيخلفشو وكده يعني طيب يا بنتي انا دلوقتي عندي حكم دلوقتي بس لا اسمعي يا بنتي لا ده مسألة انا بحذر كل الناس اللي بيشتغل في الفتوى ايه واع تجاوب على مسألة زي دي هل هو المسألة دي محتاجة تحقيق ومحتاجة ببساطة خالص شوية تحليل ليه طيب احنا عندنا في الفقه ممكن يحصل حقن مجهري والحقن المجهري ده تحصل اه اه اثاره بعد سنة اتنين تلاتة فايه اللي حاصل فالمسألة بسيطة احنا محتاجين شوية بيانات محتاجين شوية معلومات بدون هذه البيانات وهذه المعلومات اللي انا استطيع ان نفتي بشيء في شبه ليه هو جاي واحد يقول لي دلوقتي انا والله الاولاد اللي عندي دول مش ولادي ليه يا عم مش ولادي طب هو انا ضامن ان هو بيعمل كده نكاية في مراته لانه زعلان منها او لانه حصله اضطراب نفسي فايه اللي بيحصل فجاي بيقول الكلام ده بسبب الاضطراب النفس اللي عنده لا يبقى انا لازم اشوف الاوراق اولا اوراق التحليل يجيب تحليل اه البصمة الرواسية يحلل الجينات بتاع بتاع الاولاد دي بما ينفي ان الناس دول اولاده ادي واحد امر التاني والبسيط ان هو بيقول ان ان من ايه ده تمن ايه اخوه فلازم كمان يجيبي الكلام دوت لان الاولاد دي هو في الاخر خالص اذا حصل وصلنا النتيجة لازم ننسب الاولاد دي لحد ايه اللي حاصل ليه طيب لان احنا بالاساس بدون اي حاجة وبدون ملعنة من الراجل ده وبدون ما بيقول ان حصل اي نوع من انواع ولازم كمان يكون عندنا التحليل اللي بتقول ان هو عاجز عاجز كامل مش ممكن من خلاله يحصل ده بعد ما كل الكلام ده احنا عندنا مشكلة كمان ان الولد للفراش فلازم كل ده يتحط هدي مسألة من مسائل النوازل ان احنا محتاجين ان احنا نعمل ايه ان احنا نبص فيها شوية فبدون المعلومات دي محدش يفتي ولو حتى قفت فهو تكلم فيما حذر الشرع فيه من التعدي على الاعراض لان احنا نتكلم في حاجة مهمة جدا فلو سمحت تفضل عاد كل المعلومات دي يجيب اخو حضرتك يجيب كل المعلومات دي ويتفضل في دار الافتاءة المسائلية واحنا هنفتي في المسألة دي معنا استاذ الرحمة بني سويف استاذ الرحمة من بني سويف تتفضل هلو سمع عليكم تفضلي استاذ الرحمة لو سمحت يا عم الشيخ كان عندي سؤالين كده تفضلي استاذ الرحمة بعد ازنا حضرتك او لو سمحتك ان اول سؤال كنت ممكن بعد ازنا حضرتك بس اتمنى على حضرتك ان حضرتك توطي التلفزيون وتسمعيني من التلفون انا موطي يا عم الشيخ طيب ماشي انا مصدقك بس بوداني برضو فيها صوت صادق اتفضلي مش مشكلة بس كنت اتمنى حضرتك بس تسمعني الاخر تفضلي تفضلي يا فانت كنت افترت رمضانات اللي فاتت ايام كتير بعضر ومنجر عضر للأسف يعني ورجعت ربنا فيبا طيب ده اول سؤال نزل طيب فاند يبقى احنا دلوقتي ايه اللي حاصل لو ايا هنجاوب على السؤال اللي وصل لنا ده لو فطرت رمضان بعضر او بدون عضر اعمل ايه وانت قادرة تصومي يبقى واطباق ما انا عاقويش من الصيام يبقى تصومي كل الايام اللي عليكي قضاءا خلاص اذا يبقى عليك ان انت تصومي ومعليكيش عليك ان ان انت تصومي فقط يا سادة هنكلمنا عن اعزم لنا اولادنا احبابنا النور والبركة اللي في حياتنا واتكلمنا ازاي نقدر ندخلهم على رمضان وازاي يدخلهم على رمضان من باب الحنان باب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وازاي نعلمهم القيم وازاي نحببهم في الاخلاق وازاي نحببهم في الاقبال على الله من خلال القيم حبيبوا اولادكم في رسول الله واحكلهم حال رسول الله كان في رمضان شكله ايه وفضلوا احكلهم عن جماله وعن خيره وعن بركته وعودوا معاهم ويا سلام لو ان كنتوا بتكلموهم في مجالس عن قيم ممكن يعيشوها في رمضان وممكن كمان انتو كمان تعملوا تطبيقات في حياتكم وعنهمهم كمان ان الخير ليه ابواب كتيرة ومن أبواب الخير إنهم يذكر ربنا ومن أبواب الخير كمان إنهم يساعدوا لغير ومن أبواب الخير كمان إنهم يزودوا في أخلاقهم ويزودوا في قيامهم يا رب اجعل رمضان يا ربنا زيادة في الإيمان وبابا من أبواب أن تسجد قلوبنا تحت عرش الرحمن يا كريم يا ودود اجعل رمضان هذا العام باب خير ونور وبركة واجعله يا ربنا يملأ قلوبنا بالفتح والتوفيق والوصال والجمال يا مولانا يا متعال أكرمنا بالجمال على كل حال يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين